انا ممكن اسألك سؤال عزيز المواطن يعني انت لحظت ايه النهاردة في زيارة الرئيس لكلية الحربية لحظت ايه يعني اظن كل واحد فينا وهو بيتفرج على اي شيء في الدنيا بيبقى في عنده ملاحظاته الشخصية اللي ممكن انها تختلف من واحد للشخص اخر يعني يوسف الحسيني ممكن يبقى بيلاحظ ملاحظة ما يوسف زميلي ممكن يبقى بيلاحظ ملاحظة تانية ايمان تلاحظ ملاحظة تالتة عمر زكريا لحظ ملاحظة رابعة كل واحد فينا عينه وعقله بيلقطه شيء البعض ممكن يلتقط انه الرئيس على سبيل المثال عاد سالما غنيما من دولة الكويت امبارح بالليل الا انه كان متواجد من الفجر في الكلية الحربية ده صحيح هي انعكست في انما تعكس واحد هو نشاط الرئيس ربنا ادي له الصحة تعكس اتنين ودي حاجة مهمة جدا هي اهتمامه الشديد بطلبة الكلية وحرصه على زيارته كويس؟ لما انا اتفرجت النهاردة على هذه الزيارة وتحديدا كلام فخامة الرئيس مع طلبة وطالبات الكلية الحربية كان عندي ملاحظتين او كذا ملاحظة يعني هبدأهم الاول واحدة واحدة كده يعني بالتدريج دهابا الى من وجهة نظري اهم حاجة ودني وعقلي وبصراحة قلبي لقطوها بس هبدأ معاك بمنقشات الرئيس وكلامه مع الطلبة والطالبات على حياة كريمة على سبيل المثال ومنقشته معهم وهو بيسأل الطلبة وانت رأيك ايه في موضوع تبطين الترع وانت رأيكو ايه في موضوع الاسكان والمدارس وهكذا عاوز يسمع اراء الطلبة الرئيس مش رايح حتى يعطيهم محاضرة او يقدم لهم النصح وحسب لا الرئيس مش رايح بس علشان يتابع تدريباتهم او ينصحهم بانه هم لازم يحفظوا دايما وطول الوقت على ليقطهم البدنية وتفوقهم الزهني لا الرئيس رايح يتناقش رايح يسمع الطلبة والطلبات طريقة تفكيرهم ايه وبيتكلموا في ايه وجهة نظرهم ايه فيه اللي بيحصل حواليهم هنا في مصر او جوة مصر واللي بيحصل حواليهم في الدنيا وتكلم على الازمة الاوكرانية وما الى ذلك طيب دي لقطة تقدر تشوف بيها انه الرئيس حريص طول الوقت على انه الطلبة يبقوا على اطلاع دائم بمجريات الامور داخل مصر وخارجها ده مهم اتنين انه يبقى فيه مناقشة رأي ورأي اخر ونسمع ونتكلم وانه مفيش اي مشكلة في ده على الاطلاق اللقطة التالتة الرئيس هو بيقدم النصيحة العسكرية مش خشونة العسكرية رجولة والفرق هنا كبير طيب اللقطة التالتة الرئيس هو بيتكلم مع الطلبة من الصعيد احنا بحكم حياتنا جوا الجيش شوفنا كل الناس كل الناس وكان دايما الغالبية هنلاق الغالبية في الرجولة وفي الماشهامة وفي الجدعانة وفي العزة نلاقيها من الصعيدة وقال انا حب الصعيدة جدا ودي اظنها رسالة شديدة الوضوح لأهالينا في الصعيد اتمنى انه اهالينا في الصعيد يكونوا التقطوها بشكل مضبوط لانه انا من الناس التي لازالت تظن انه يا جماعة احنا عيشنا سنين طويلة الصعيد منسي منسي خالص كأنه مش موجود كأن مصر بس هي الجزء بتاع الوجه البحري وانه الصعيد ده كأنه مش موجود لهو موجود في التعليم ولا موجود في التنمية ولا موجود في البل ولا في الخاطر لأول مرة يتم الالتفات بشكل كامل ومتكامل وعميق بالصعيد حاصل خلال السبع تمنى سنين اللي فاتوا دولي طيب تعالنا نروح على حاجة تالتة ايه هي بقى خدت بالك من الطالب اللي قال للرئيس انا من قرية صغيرة فطنطة وخدت بالك من الطالبة اللي قالت للرئيس انا من اسرة بسيطة جدا يا فندم وما كنتش متخيل ان انا في يوم هبقى في الكلية الحربية وكانوا يقولولي ان دي خرافة شكرا انك سمحت لنا بالفرصة دي يا فندم شوف بقى انا من قرية صغيرة فطنطة ده طالب وطالبة تانية اللي بتقول انا من اسرة بسيطة جدا الى اخر كلامها انا بالنسبالي دي اكتر لقطة لفتت نظري وهي الحقيقة اللقطة دي او الكلام ده خطف قلبي الاول وبعدين بقى بصراحة عقلي ليه؟ لانه احنا هنا بنقول للاهلين احنا في مجتمع متساوي في الحقوق الكل الكل من حقه بعمله وباجتهاده وباخلاصه وبيقضت ضميره الوطني ان كل مكان في اي كلية الكلية تبقى هي الكلية الحربية وتبقى كلية الشرطة وتبقى الفنية العسكرية وتبقى الى اخره من كليات الى اخره من هيئات ومؤسسات الى اخره من مناصب مصر في الجمهورية الجديدة وده اقدر اقول لك انه ما يدور في خلد وضمير الطالبة اللي اتكلمت في ده والطالب اللي اتكلم في ده مصر في الجمهورية الجديدة مفيهاش ولاد محاسيب مفيهاش ولاد اكابر مفيهاش ابن فلان وابن علان فيها اللي يستحق الفرصة بمنتهى المساواة اي طالبة انه في المص هي ليه لابسة البنيل اسود لا وخبالك هتلاقي المايك يعني بس مش كل الناس هتلقط المايك يا عمر انت كمان انت ببصت لتباطين غريبة جدا فالمهم فهرجعك تاني على الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة عملت ايه عملت انه الطالب يقول انا من قرية صغيرة فطنطة وبقيت في الكلية الحربية الجمهورية الجديدة بتقول على لسان طالبة وده فعلا الجمهورية الجديدة على لسان طالبة من طالبات الكلية الحربية انا من اسرة بسيطة جدا والتحاقي بالحربية كان يتقلي عليه خرافة شكرا يا فندم انك سمحت لنا بدا ده اللي انت لازم تركز فيه بصر فعلا بتتغير لشيء تاني بصر فعلا بتتغير لشيء رائع ما بقولكش ان احنا الجمهورية الفاضلة احنا الجمهورية الجديدة اللي المفاهيم فيها بتتغير مش الشوارع بس ولا الطرق بس مش المدارس بس ولا المستشفيات بس مش المصانع بس ولا المزارع بس لأ الطريقة التفكير النسق العام الفرصة العادلة لكل مصري في انه يحقق حلمه زي ما بقولك الفيصل هو تعبك مجهودك اخلاصك اجتهادك تفوقك ضميرك الوطني اليقز هتاخد اللي انت عايزه في الجمهورية الجديدة كل اللي بتحلم بيه حلم الطالبة اللي تقال عليه خرافة اصبح واقع ما بقاش خرافة هي بالفعل موجودة في الكلية الحربية المصرية شكرا على الجمهورية الجديدة شكرا على ترسيخ مفهوم عدالة اجتماعية حقيقي مش ده اللي كنا بنطالب به العدل الاجتماعي العدل في الفرصة العدل في فرصة العمل في فرصة التعليم العدل في ان كلنا مكان كريم تحت الشمس خد بالك مكان كريم تحت الشمس الرئيس فصلها في جملة واحدة لما كان بيسأل الطالب على رأيه في الترع والطبطين بتاع الترع وتوفير المياة والطالب بدأ يتكلم قالوا طب ايه رأيك في مسألة البيوت الجديدة وفي الطرق الجديدة اللي بنعملها في القرى وفي المصانع اللي بتتعامل وفي المدارس والمستشفيات وفي شبكة الاتصالات والانترنت حياة كريمة في جمهورية جديدة انت تحصل على حياة كريمة وفرصة عادلة